اشتركوا في القناة هذه التلفيل جدا جدا اسطورية ورح تلفع لكم الليفل بشكل كبير جدا 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 ورح تنفك معاكم اشياء جديدة لما تلفلون طبعا هذه الطريقة رح تعطيكم 1000 xp في كل 10 دقائق وفي الساعة الواحدة رح تجيب 7000 xp يعني بالراحة تمشي ليفلين طبعا شخصيا انا شغال على هذه الطريقة للتلفيل بديت هذه الحركة وكان ليفلي 31 سبت هذه الحركة والان ليفلي 35 فصراحة الحركة جدا رهيبة ولازم تعرفونها فيلا نخش في المقطع طيب اول شي سوي start بعد ال start رو عند الهو ال progress بعد ال progress رو عند الهو ال story mission ولازم تكون عندك مهمة kill them each and everyone اخر مهمة من مهمات ال story mission لازم تكون عديتها وتكون موجودة في هذه القائمة طبعا انتو اثنين شخص واحد منكم لازم يكون عنده هذه المهمة حلوين طيب صالح انا وصلت نقطة معينة اختفت معايا المهمات ومعت صارت تجييني مهمات كيف افك بقية المهمات او كيف افك مهمة kill them each and everyone عشان تفك هذه المهمات لازم يكون عندك الشرف نازل يعني لازم الشرف يكون احمر عشان تنفك معاك بقية المهمات وتحديدا مهمة kill them each and everyone فنزل الشرف سواء قتل اللاعبين اقتل الناس العاديين اهم شي نزل الشرف الى ما يصير احمر لما يصير احمر راح يجيك اشعار فوق في اليسار انه ترى بقية المهمات انفكت معاك طيب اذا عندك المهمة ووضعك تمام كل اللي عليك انك تسوي عصابة انت وخويك بعد ما تسوي عصابة انت وخويك راح ترجع مرة اخرى للهو البروغرس بعد السوري ميشن ورح تبدأ اللي هو مهمة kill them each and everyone راح تتمي ضغط مربع لما يدخلك للمهمة راح يكون الشكلة بهذا الشكل كل اللي عليك انك تضغط مربع ضغط اللي هو الستارت matchmaking بعدها انتظروا الين ما يدور لك لاعبين طبعا لما يدخلك مع اللاعبين كل اللي عليك انك تضغط دائرة او الهو quits بعدها راح تضغط الهو exit with pause بعدها راح يرسبنك في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي ورح تطلع معاك اللي هو مهمة صفرة في الخريطة زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة الصفرة وتخلي خويك يركب معاك في الحصان بعدها راح تتوجهون للمهمة ورح تضغط الهو x او الهو start mission زي ما تشوفون في الجيم بلاي الان طبعا لما تبدأ المهمة راح تجيكم هذه القصة اللي هو الحرمة مع الشخص هذا اضغطوا الهو skip او x عشان تقدرون تلغون القصة طبعا بعد ما تلغون القصة راح تبدأ معاكم المهمة فهذا الشخص راح يوديكم لمقر العصابة اللي راح نحاربهم كل اللي عليك انك تلحق هذا الشخص الين ما نوصل للمكان المعين بعدها راح تيجي قصة اخرى بعدها راح نستكمل سويا طبعا لما تنتهي القصتين وتبدأ معاك المهمة وتبدأ تحارب العصابة كل اللي عليك اول شيء انك تحط رصاص اللي هو split point فاي سلاح سواء البندقية او البولت اكشن لكن تأكد انك تحط رصاص ال split point وهذا الرصاص من المهمة راح يعطونك اياه يعني ما راح تقسل رصاص و راح تزيد معاك ال xp فاول خطوة لما تبدأ المهمة حط الرصاص اللي هو split point طيب الان راح نبدأ بطريقة التلفيل عندك طريقتين للقتل يعني انك تقتل بشكل مباشر وحاول انه تكون الطلقة في الهيتشوت فعشان يعطيك خمسة على القتله وخمسة على ال special ammo او الرصاص الخاص وخمسة على الهيتشوت فراح يكون عندك اللي هو 15 هذه الطريقة الاولى الطريقة الثانية انك تدرعم عليه وهذه هي افضل طريقة للتلفيل اذا كنت شخص بديت هذه المهمة انا انصحك بالطريقة الثانية للقتل انك تدرعم عليه وتسوي له اعدام وكيف تسوي الاعدام هذا يا صالح كل اللي عليك انك تقرب منه وراح تضغط اللي هو R2 راح يعدم اللي هو الشخصية وفي حال تم الاعدام بشكل صحيح راح يعطيك 36xp على كل شخص واحد تقتله وهذا شي جدا جدا كبير فالمهمة او قتل الاعدام راح يكون عندك على شكلين الشكل الاول انك تقتله بشكل طبيعي وراح يعطيك 15xp او الطريقة الثانية انك تقتله على شكل اعدام وهذا راح يعطيك 36xp على الواحد طبعا الحلو في هذا المهمة انه الاعداء مرة مرة كثيرين وكلهم تقدر تقتلهم باعدام يعني كل واحد 36 خلونا نتكلم رياضيا شوية اذا قتلت اثنين راح تاخد 72xp 3 108xp 4 144xp 5 180xp 6216xp وانت ماشي طبعا المهمات العادية والمهمات الجانبية يعطيك فقط 200xp اذا مرة مرة اعطاك 300xp اذا كنت مرة معلم في المهمة لكن في هذه المهمة انت راح تقتل فقط 6 اشخاص وراح يعطيك 216 مرة ما راح تتعب وعلى طول راح يعطيك يعني تعب ابو 20 دقيقة في المهمة العادية هنا في 4 دقائق 3 دقائق وانت مطلع على الار بي بشكل كامل فالطريقة جدا جدا رهيبة لازم تستغلوها وساعدوا بعضكم يعني اكتبوا بخانة التعليقات انا بسوي مهمة من كذا من كذا ساعدوا بعضكم عشان تستفيدوا منها بقدر الامكان طيب يا صالح كم يبغالي عشان اوصل ل1000xp يبالك فقط تقتل 28 واحد بس 28 واحد باعدام وراح تاخذ 1000xp عرفتك كيف فالمهمة يعني سهلة جدا والاعداء مرة كثيرين يوصلون تقريبا لستين شخص وايضا احيانا يرسبنون زيادة فقتل قتل قتل اكتب 28 وراح تاخذ 1000xp فاستغلوها بقدر الامكان ملاحظة بسيطة جدا حاول بقدر الامكان انك تقتل معظم الاعداء بطريقة الاعدام عشان يعطيك 36 زي ما قلتلك وتقدر تلفل مصبوط ملاحظة اخرى حاول بقدر الامكان انك تبقي خمسة اعداء يعني لا تقتلهم كلهم بقي خمسة اعداء لانه اذا قتلتهم كلهم راح ننتقل من الشيكبوينت هذا الى الشيكبوينت اخر والشيكبوينت الاخر في له بوس لازم تقتله يعني ما راح تلفل مصبوط فبقي خمسة اعداء وخلي احد الخمسة الاعداء هذوله يقتلك عشان تفشل المهمة ويرجعكم من البداية وتلفلون من اول جديد على نفس الاعداء عرفتوا كيف؟ يعني لا تقتل كل الاعداء بقي خمسة خلي الخمسة هذوله يقتلونكم ويخلصوا الحياة الموجودة عندكم عشان يرجعكم مرة اخرى من البداية طبعا سول هو ريستارت فروم the last شيكبوينت او ريتراي فروم the last شيكبوينت زي ما تشوفون في الجيم بلاي لا تسوي ريبلاي ميشن لا سوي ريتراي فروم the last شيكبوينت زي ما تشوفون في الجيم بلاي عشان يرجعكم مرة اخرى وتقدر تقتل مرة اخرى نفس الاعداء وتلفل 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 فاستغلوها بقدر الامكان لانها طريقة جدا جدا اسطورية ورح تربع لفلكم بشكل عالي جدا يعني من لفل 31 إلى 35 في ساعة والله نعمة جدا وجدا جدا رهيبة طيب كي وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هد الان يدمر لكم حطوا لايك ليجيكم هد بس يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة